كشف وزير الصحة الدكتور علي العبيدي أن نقاب اليوم عن وصول معدات لمركز طب الأسنان في مستشفى الشيخ جابر مشيرا إلى أن مركز طب الأسنان سيكون الجزء الأول الذي سيتم افتتاحه في المستشفى تصريحات العبيدي جاءت خلال حضوره حفلة افتتاح فعالية الأسبوع الخليجي الموحد السادس لتعزيز صحة الفم والأسنان أكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي حرص الكويت على تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية في مجال الصحة الفم والأسنان ودعم خدمات طب الأسنان من خلال التوسع بالعيادات العامة والتخصصية وخلال كلمته في افتتاح فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد السادس لتعزيز صحة الفم والأسنان أكد العبيدي أن الاهتمام بطب الأسنان يتضح من خلال زيادة عدد عيادات طب الأسنان والكوادر العاملة فيها بالإضافة لاستخدام أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال وقد حرصت دولة الكويت على تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية في مجال صحة الفم والأسنان ودعم خدمات طب الأسنان من خلال التوسع بالعيادات العامة والتخصصية حيث بلغ عدد عيادات طب الأسنان 792 عيادة عام 2014 بزيادة تقدرها 281 عيادة عن عيادات منذ عام 2000 وعلى هامش الاحتفال كشف العبيد النقاب عن وصول معدات مركز الأسنان التابع لمستشفى جابر والذي سيكون الجزء الأول الذي سيتم تشغيله من المستشفى إذا ربنا إن شاء الله سهل وخذينا التفتاح جزئي لمستشفى جابر راح يكون بدايته مع طب الأسنان وفرنا جميع الجزء اللازمة لهذا المركز وصلت إلى الكويت سوى أننا التنسيق الجاري بين وزارة الأشغال ووزارة الصحة من أجل استلام المبدئي لطب الأسنان لمستشفى جابر من جهتها قالت مديرة إدارة طب الأسنان الدكتور صبيح المطوع أن فعاليات الأسبوع الخليجي لهذا العام ستشمل جميع محافظات البلاد وفي هذا العام ارتأت إدارة طب الأسنان أن تكون الاحتفالية بأسبوع الخليجي في جميع محافظات دولة الكويت التي غطيها ست برامج مدرسية بالإضافة إلى برنامج الكويت لصحة الفم والأسنان لدول الاحتياجات الخاصة تحت شعار صحة فمي صح كما أشادت المطوع بالتعاون المثمر بين وزارتي الصحة والتربية فيما يخص صحة فم وأسنان الطلبة مشيرة إلى أن البرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان أصبحت تخدم ما يقارب 400 ألف طالب وطالبة في 665 مدرسة موزعة في مناطق الكويت ترجمة نانسي قنقر